اشتركوا في القناة هي منظمة غير ربحية غير سياسية غير طائفية معروفة باسم الأجام وبالتالي غير حكومية هي تحترم حقوق الإنسان وأبرز الأمور اللي عم بتتبعها هو موضوع مكافحة التعذيب موضوع المخدرات موضوع السجون موضوع اللاجئين ولكن اليوم بصرنا كتير استضيفه خصوصا بهالمرحلة هادي ممكن صار الشعب اللبناني كله بده عدل ورحمة فأهلا وسهلا فيك أبونا شكرا لإلك ومنحيي المشاهدين وأما كانوا ومنعطي دفع لهالشاشة بتوصل الحق والحقيقة بتهتم بالمهمشين واللي نحنا بنشتغل معهم متما فضلت وقلت جمعية عدل ورحمة أكثر من 25 سنة عملها بحقوق الإنسان ومن بينها حقوق الإنسان هن المحرومين من حريتهم المسجونين الزوار متل ممنون نحنا اليوم أنه زلاء نزلاء السجن وكمان مع بيستخدموا المخدرات والمرتهانين للمخدرات واليوم ما أحوجون نحكي عنه وحالتنا كلنا سوا وبزيط الوقت نحنا من سنتين كمان بلشنا بمشروع الأمن الغذائي شفنا الأوضاع الاقتصادية والانهياري اللي حاصل وإن شاء الله يوقف هون نحنا هيدا أمنيتنا إذا وقف هون معناتها نحنا عملنا مجهود ولشنا ننقص حالنا ولكن للأسف عم نشوف يوم بعد يوم هالانحدار السريع بكل الأصعدي كافة أنا على جميع الأصعدي للأسف اجتماعية اقتصادية مالية إنسانية أخلاقية اليوم فجمعية عدل الرحمة اللي هي حاضرة واللي هي بتهتم بأوضاع المساجين وعيالهم والمهمشين والمحرومين بحرية وأهم شي بالنسبة لأنه هو حضورنا ومتابعتنا كيف عم بتصير بزيارات دورية مع خصائيين طبعا جمعية عدل الرحمة عندها برامج وعندها مشاريع كلها مشاريع وبرامج تأهيلية وتمويلها من الجهات المانحة الدولية واللي هي بتساعدنا حتى نحن نساعد المجتمع ونحد من الجريمة ونقدر نحن نأهل هالأشخاص اللي بقبعين بزنزانات نحن ما لازم نسمي زنزانة ولكن هي زنزانة للأسف ولكن هناك نحن نقول هذا مكان للتأهيل ليرجعوا إلى المجتمع بطريقة صحيحة وسليمة قدر المستطاع وهذا عملنا الشق القانوني والشق الإنساني والشق الاجتماعي والنشاطات وتعليم بعض المواد ومحول أمية والرسم ونشاطات الرياضية وبذلك الصحة النفسية أهم شيء هذه الصحة النفسية خاصة عند الأحداث لأنه نفصل بالسجون بين الكبار وبين الأحداث هم المشكلة الكبيرة هم فاصلينهم بسجن رومي بمبنى اسمه الأحداث ولكن في طابق مخصص للمراهقين أو الغاء عدم تحت الـ 18 سنة موجودين بمبنى أنا أمل أنه إجهبا من الدولة الاتحاد الأوروبي والدولة الإيطالية صنعنا خمس سنين من أول عم نجهز هالمبنى وعم نجهز هالمبنى وحلو يخلص هالمبنى كل سنة بيوعدونا وكل سنة بيوعدونا هو موجود بمنطقة الوروار بكفرشيمة هلأ كانوا يعديننا من السلط الماضي بنتقلوا لقلو وهيكي بيكون مجهز بطريقة علمية وحسب المعايير العالمية لحفاظ على حقوق الإنسان قرامة للإنسان وفي مشاغل ونشاطات والصحة النفسية الموجودة هلأ فيه أشغال ماشي ولا كل شيء متوقف؟ فيه أشغال موجود بس على البطيء على البطيء للأسف لأنه قاله اكتزاز وما فيه متابعة من الجهة الممولة؟ هلأ متابعة من خلال الجمعيات ومنه أنه نحن جمعية عدل ورحمة اللي ندخل إلى السجون ثلاث مرات بالأسبوع بتعفي مع كورونا عم بتزيد أبونا مع الأحداث عم بيزيدوا الأحداث بالسجون؟ أحداث عم بيزيدوا للأسف وأغلبهم بسبب شو أكتر شيء؟ سرقة أو بترويج مخدرات للأطفال هذا القانون للأسف لأنه العمر راح 18 سنين يعتبروا يا عمين نحن منذ هايك عم نعمل تعديل لهالقوانين نحن كجمعية عدل ورحمة مع سائر الجمعيين عم نشتغل على نظام السجون والنظام السجون في الدولة اللبنانية من 648 أو 45 بدوا تعديل عم نعدلوا عم نشتغل عليه حتى بخصوص الطفل والموجودين الأحداث إن كانوا فتيات أو فتيان موجودين برومي وبظهر الباشي هلأ كلهم موجودين وين هلأ؟ الصبيان الفتيان موجودين برومي والفتيات موجودين ببربر خازن النساء موجودين وخاصة الأحداث موجودين بظهر الباشي بالقرب المستشفى الحكومي فهذا عملنا نحن تقديم المساعدات العينية المواد الغذائية مواد التعقيم مواد لأنه للأسف ما فيه نظافة عامة فيه اقتزاز غير الاقتزاز ما فيه نظافة عامة ونظافة شخصية وهالأشخاص اللي محرومين من المحاكمة فيه كتير أشخاص موقفين بعدهم غير محكمين فيه ناس محكمين عم ينفزوا محكميتهم ولكن فيه أشخاص ناطرين القضاء أنه يرجع يشتغل ويرجع ياخد دوره ويساعدنا هلأ رجعوا بعد توقف خمسة الشهر أكيد فيه ملفات عالقة فيه ملفات كتير ده بتاخد وقت وإن شاء الله يضمن منتظمين بالعمل لأنه البلد بدون قضاء ده بعرقل من الأمور العدالة يعني مش مهم نرجع ضرورة ما مهم أكيد ضرورة العدالة هي أهم شيء بالمجتمعات اليوم العدل هو أساس الملك مثل ما نقول وهو بيجيبنا نحو السلام والأمان إذا ما كان فيه عدل ما فيه أمان وسلام ويكون فيه سلام معنى أنه فيه عدل فإذا كله مرتبطين ببعضهم مشان هيك اليوم القضاء رجع مثلا للآسف ما فيه إمكانيات عندهم ولا بالسجن رومي ياخدوا الأشخاص إلى المحاكم وحتى يتابعوا ملفاتهم وضعوا مزرق جدا قبل الانهيار العظيم اللي نحنا عم نشهده على أيامنا خصوصا لها بالمخدرات ويأس الشباب أكيد نحنا كجمية عدل ورحمة عنا مع عنا مراكز كان قبل الانهيار بطرابلس وزحل هل موجودين بالرابية بعنطليس وبرومية ونحنا أهم شيء من تابع مستخدمين المخدرات المرتهنين للمخدرات اللي هني بيجي بيتعالجوا عنا بجمعيتنا مركز الرابية نستقبل حواله بالشهر ميتين وخمسين شخص وهذه الشوال عم نشوفها هي اللقاءات اللي عم بتسير معها هذا اللقاء صار بإيطاليا هوني عنا بالمركز الجمعية هاودي مدارس طلاب مدارس بيجي تعرف على أولاد السجناء كمين بتهتموا فيهم أكيد بيجي لعننا نحنا رح ننتقل أبونا مباشرة باعتقد إلى مجلس الوزراء من تابع الحل عنا عبر الأب تيفي مع رئيس جمعية عدل ورحمة الأب الدكتور نجيبي بعقليني دكتور كنا عم نحكي أبونا بموضوع إيطاليا لأنه ظاهر كمانا بين إيطاليا والجمعية في تواصل بهمنا حلولنا أزمة الكهرباء إن شاء الله حل عندك حل كله عند كان اليوم الاجتماع مجلس الوزراء شو هالحلول يعني الحلول قداش هون بين هلالين أبونا قداش أنتوا بجمعيتكم اليوم بالمراكز اللي عم تستقبلوا فيها قداش اليوم عم بتكون يعني بدل ما تكون هالأموال عم تنحط للبرامج التأهيل عم بيروح أغلبيتها للبنى التحتي لتكون مثل ما قالت مؤهلة لهالناس يعني خصوصا للأحداث ولغيره بين نظافة والتعقيم والكهرباء والمزوت والماء نحن لما بجمعية عدل ورحمة كان عنا مشروع اسمه الحقوق ضمن مؤسسة أو جامعية إيتليانية هذا مشروع صاله ثلاث سنين ظرنا السجون في إيطاليا بمنطقة لاتسيو روما وتوسكانا وهونيك تعرفنا وهني قبل إيشوا ظهروا السجون في لبنان ما في فرق أبدا أبونا أبدا ما هيك ما في فرق أبدا ما في فرق أبدا لكننا كالحال رحنا على إيطاليا في طعفة بفرجوك خمس نجوم السجون ضمنهم في محلات ما بدخلونا عليك يعني معناه طبعا ما كان أكيد وما كان بس في نسبة معينة الاتحاد الأوروبي كتير قاسي مع إيطاليا والدول الأوروبية وبيغرموهم إذا كان في اقتزاز إذا كان في معاملة سيئة إلى ما هناك من حياة السجون لأنه عندهم حقوق الطفل وحقوق الإنسان هذه محفوظة فنحن كجمعية عدل ورحمة من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا الدولة التليونية مولوا هالمشاريع وبيهمهم هن التموين يروح عند الأشخاص مباشرة يستفيدوا منها الصحة النفسية، النشاطات، التعليم، التأهيل مساندي لأننا نساند بيستعملوا المخدر والمرتهنين للمخدرات من فريق عمل متجانس متكامل، مرجد اجتماعي، طبيب نفسي، معالجي نفسي، النشاطات من أعملهم إياها بمركزنا ببيت الإيواء بالرابي، نحن الواحدين بتصور بلبنان، عندنا مركز للرجال، نستقبل فيه إذا فيكم تستقبلوا أبداً؟ أنا فينا نستقبل البيت بيستوعب 15 ل 20 شخص موجودين، بس ولكن في أشخاص بيجوا لعنا بطوال النهار، بيتحمموا بيكل وخذر هذي 25 شخص اللي بيناموا يمكن هذي اللي بناموا، في ناس بروحوا بيجوا، ولكن نحن نستقبلهم لحتى نكمل معهم العلاج، العلاج بالبدأ فإذا الدولة اللبنانية اليوم والحكومات ومجلس النواب، مجالس النواب المتعاقبة يعني عليهم كانوا هن شرعوا القوانين ويحدثوها يعادلوها ويحدثوها لأنه بالنهاية اليوم نحن عم نحكي في عدة أمور نقدر نخلص من الاكتزاز، من التأهيل، من العقوب البديلة، من الإسوار الإلكترونية، من دمغ الأحكام، العقوبات حتى عم تشتغله مع المجلس النيابي على إلغاء الأنون الأعدام هذا موضوع نحن داخلين في عقوبة الأعدام، مناهضة التحزيم، هذا اتحاد عالمي وهو حد هلأ منقول ما بينفزه في أحكام ولكن من كذا السنين بصبتنا بسهلون لكم دخولكم أبونا على السجون طبيعي يعني دايما المناوى شيء، دايما هذا المبنى بيه صار مشهوري اليوم عم تدخلوا أنتوا كمان على المبنى بيه؟ على كل المباني، لا، في بعض المباني محذر أنه ندخل، وضع أمني، الخصوصية الأمنية، محلات ممكن نحن ما مش قدرين نقدي الخدمة، والأشخاص اللي جوا رفضين أنه حد ندخل عندهم، بس ولكن عنا 3000 شخص إذا نحن قدرين نوصل إلى 500، 600، 700 بحر السنة، بيكون شغلة كثيرة من يحر خصوصاً عم تتواصلوا مع أهلهم كمان أكيد مواصل مع أهلهم، دعم نفسي، دعم أسري، دعم مادة حتى عم تتواصلوا أغذة أغذة حتى قصائم شرائية بيروحوا الأهالي يعني دعم نسميه، نحن ما قدرين نحل محل الدولة، ولا مطلوب مننا نحل محل الدولة، ولا نحن جايين نقول نحن محل الدولة الجمعية أو الجمعيات هي بخدمة الإنسان ونحن حتى نخفف الجريمة، نوعي وهذا حامل توعية من قوم فيها نحن بمراكزنا من خلال الأعلام، من خلال البيانات، من خلال الاجتماعات من خلال الدورات التأهيل اللي بتصير للفريق طبعنا وللأشخاص اللي نتغطى معهم بعد أبونا بنفس الزخم، لأنه نحن هالانهيار اللي حاصل من سنتين لليوم على كل المستويات للأسف قداء بعضكم قادرين تستمروا بنفس البرامج بالزخم اللي أنتوا فيه نحن بالأزمات بتبين بتبين عملكم عملكم والأزمات بتقدر تعطيك بعض المرات أنك تنطفضي وتقولي لأ لازم نحن نعمل لأنه إذا خضعنا للأزمة تغلبت علينا وتغلبت على الناس النطرين هالضوء يعني هالبسيس الأمل هي زياراتكم، برامجكم، حضوركم أكيد أن البرامج نحن يعني هذه كتير بتاعتي أكيد الجهاز المانحة اليوم بالرغم أن الحرب لأوكرانيا أثرت علينا والوضع الاقتصادي وجائحة كورونا كوفيد-19 كلهم أثروا ومع هذا الحمد لله بعد فيه ناس بيأمنوا بدور الجمعيات وبيدوا يساعدوا اللبنانيين وبيدوا يساعدوا السلطة ورافضين يساعدوا السلطة مع أنه عم بقدموا إشي كتير لمراكز الاحتجاز بالنظرات، بالقصور العدل، بالسجون عم بقدموا مساعدات عينية أنهم غسلات، تكرير ماء، مطارات للكهربا فإشي كتير عم نساعدوا ولكن نحن للأسف بدولتنا ومجلس النواب أنا دائما بخط حق على مجلس النواب لأنه عنده بدوا يعدل بدوا يعدل، بدوا يتابع الحكومة كيف بدوا يتابع الحكومة وهن من بعضه؟ هلأ مجلس نيبي عم يناقض بس لانتخاب رئيسه وبكرة نترين جلسه وأكيد ما راح تعطي رئيس بكرة يعني أنا متمنى هذه أعجوبة تكون وبالوقت الزيته هلأ ما في تشريع لأنه هلأ لا انتخاب رئيس وبالوقت الزيت ما قلت أبونا حكومة يعني حتى تجتمع لقضايا أساسية في ناس مع ناس ضد ناس يعني حتى مجلس النواب ولما بيشرع القوانين، بدي يتابعها هلأ شوفي هلأ شوفي هلأ شوفي هلأ شوفي واقف بالمجلس نيبي بموضوع يعني غير قانون الأعدام يعني وقف الأعدام هلأ اليوم عم بيطالبوا بالسنة السجنية كانت تسعة تشهر تسعة تشهر عم بيطالب فيها وزير الداخلية قدم اقتراح قانون إنه تصير ستة شهر لنخفف الاقتزاز وبعدنا مندرسوا مدين ما فيه محاكمات أبونا يعني لما قالوا بيطلعوا السادة القضاة على الفوق دغري بتصير فيه تسريعي وهذا يعني صار اليوم متى ما مشيت ما مشي هذا الحال وبين إذا ما ستقولي وزارة الداخلية وزارة العادل فاتوا فاتت الأمور ببعضها أخرت الأمور وجينا هلأني لا حكومة ولا دولة ولا يعني هالإنهيار الحاصل أكيد بديوا يؤثر على نفسية المساجين خصوصا أهلين يلي كانوا يقدروا يفوتون أكل ما يقدروا يفوتون أكل أكيد ويعالجوا والأدوية الخفت والأطباء خفوا بالسجون فكيف مبرا نحنا كمان ما عملاء الأدوية الأطباء بدنا دولار طازة بيسموه فراش طازة منيحة يعني ونوصلونا هالمسؤولين وبشيلوا الدعم عن أدوية بحاجة للناس فقبل الانهيار كانت الأوضاع بالسجون مزرية فكيف هلأ مزرية جدا للأسف عم يسمعوكم أبونا ما بتنقلوه يعني أو بيعرفوه شايفينه بس مش قادرين يعني العين بصيرة واليط بصيرة النواب يسمعوا بيسجلوا من طالب ومين بيطالب مين بيطالب مين ما انتهى المجلس أنه بيطالب الحكومة والحكومة بمسلوك هني زيتهم يعني بيطالب الحارب أي كمان يعني من هيك فصل السلطات من هيك فصل السلطات هوني مفترض أنه متابع حشيسي لهالأوضاع على الأشخاص اللي موجودين وخاصة اليوم أنا بهمني المدمنين على المخدرات عم تزداد الأشخاص اللي عم بيروحوا للمخدر عم تزيد السرقين عم تزيد الجريمة لأنه الأوضاع مزرية جدا وأوضاع النفسية محبطين ما في بكرة وعايشين نحن عن الماضي والماضي رح يروح منا والمستقبل اللي موجود انتهى الإنسان فمشان هيك اليوم مفترض نحنا الدولة اللي بني وزارة الصحة نأمن الأدوية الأدوية للمدمنين على المخدرات اللي عم بيتعالجوا ما هو أبونا هو حليب للأطفال للأسف رفعنا الدعم وما في حليب يعني بالدولة بني مثل كل دولة بتحترم حالها لأن الطفل هو هو بده يعني بده حليب كيف بده يعني بده ما توزعها مجانا يعني كل ولد بيخلق كان غني ولا فقير بالمستشفى معروف منروح منعطيها الحليب وما منقطع الحليب ما فينا نقول ما منشتري لبلد وبلدين وما منعبشوا فيه المستوضاعات وبعدين منسى عيب يهوضي أطفال ما عندهم وسيلة إلا هل قلبة الحليب يعني أنا في نقول لك الحل عندك بس الحل يا ريت حيك بقدر كبس إزران يا أبونا الحل الحل عندهم بس ما بدهم يعملوا حل ما بدهم ما في إرادة ما في نية أول شي منبلش بالنواية السليمة ما في نواية سليمة لا لما يكون في نواية سليمة بتخلق الإدارة إرادة لما يكون في إرادة طيبة منحقق ومننجز ومنعمل أو كلهم مش موجودين مش موجودين ما ردهم إياهون أبدا وبدهم يبقى الشعب يدور ويدوم حولهم ومن أجلهم ومن دوم ما نوصل نحنا لحقوقنا البسيطة الأولية الأساسية يعني جمعيتكم بتحمل هيك الشغلتان رحمة وعدل يعني الرحمة هيدي يعني ما توخزنا أبونا الله هو رحمة الحيوان الحيوان بحس بالحيوان فكيف نحنا الله هو الرحمة أكيد الله هو الرحمة وبلد ما فيه عدالة يعني مؤسف مؤسف جدا مؤسف ومخزي هذا الشيء مخزي مخزف ومخزي أنه نحنا تركين الإنسان لمصيره ونحنا أعطيناكم السخة يعني يمكن مش الكل أعطى لمي مكان ولكن مسؤوليتنا نحنا كمان العدالة مسؤولية كل فرد ومسؤولة القضاء وصول القوانين أبونا عم تشوفه أين عم توصل الناس يعني ممكن معظم الناس ما عم تسرق بهدف السرقة يمكن عم تسرق لتاكل مش كمرة نحنا ما بدنا نشرعهم كمان مثلا ما بدنا نشرع السرقة لا تسرق ولكن اليوم يعني كمان لو الوضع مريح لو العائلات مريحة كانوا أولادا بيتورطوا مثلا بروحوا على المخدرات يعني لو في من ينقذ هالشباب يعمل لهم برامج يقدرهم يعني يعطيهم دور بالبلد كانوا بروحوا على المخدرات مثلا أكيد لا مهوني نحنا عم نواجه مع هالشباب منناضل معهم وعم نساعدهم الفقر بولد الفقر والجوع أبونا بولده هذا زل هذا زل هذا زل أكيد أكيد من اللبنانيين عايشين بزل اليوم وباحتقار من قبل المسؤولين عنهم منشانه نحنا مننا نطالب ونطالب اليوم أبونا يعني أبونا عبر الحل لعنا من الMTV يعني نحنا يرات الحل لعنا بس الحل يمكن يكون من عندنا لأنه كل إنسان بحسب المحيط العايش فيه ودوره كمسؤولية بيقدر يضوي على أمور نقدر نلفط نظر المعنيين لإله فحدتك من هالمنبر هذا اليوم لمين بتتوجه باسم هؤلاء هالمهمشين أنا أتوجه أولا لإله كأفراد نرجع نعيد روح التضامن والإلفة قد ما بنقدر المواطنة ها المواطنة أكيد لما يكون عندنا مواطنة بيكون عندنا الحس التطوعي والحس بغيرنا الإنسان الموجود والمتألم ولكن كمان نحن علينا أنه ننبهه الإنسان إذا أخطأ بلنا نعاقبه ونصلحه ونطلب منه أنه يعمل عمل تعويضي بس باقي نترك الأمور فإذاً أنا أتوجه لهالأشخاص اللي قدرين مدياً كتير منهم مش قدرين مدياً على القليلة نتعاضض على القليلة نحن نحمل القضايا المجتمع الملحة ولا اللي لازم تكون موجودة بمجتمعنا مصرة وهيدي ياللي نحن نتمنى أنا بشكر حضورك معنا بحي كل العاملين معك وأكيد بدأ أعطيك الموعد بكرة دائماً عبر الحل عنا أمتي فيه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر